حضركم في المقدمة يمكن كان مطلب وكان هدف أسمى لنادي الزمالك والمستشار المرتضى تصحيح وإعادة تطوير منظومة التحكيم وإعطاء كله زي حق وإحنا مش طالبين غير العدالة للـ 18 فريق في الدوري أنا كنادي الزمالك مش طالب منك غير عدالة لفرقتي فقط يمكن مرتضى منصور رئيس النادي لما بيطلع وفرقته خسرانة وفرقته خسرانة وده ما بيحصلش من أي حد تاني بيطلع يقولك أنا خسرت النهاردة واستحق إنه نخسر وكان عليها ضرب الجزاء ما تحسبتش وهو كسبان لو الفريق اللي قصاده له ضرب الجزاء بيطلع يقولك أنا عليها ضرب الجزاء فترة التحكمية هنا في نادي الزمالك عوقات بتبقى فيه قرارات جدلية ومشكوك فيها لصالحنا ممكن نطلع نقول إن هي فيها وفيها للأسف ده ما بيحصلش في حتة تانية ليه لإن إحنا عادنا بيكو دايما هو اللازم كل واحد ياخد حق والنهاردة كان المؤتمر الصحفي لمستر مارك الإنجليزي كلادنبرج اللي هيطور منظومة التحكم في الاتحاد الكرة والنهاردة كان فيه مؤتمر في الاتحاد الكرة هو تكلم على زيارته الأولى للقاهرة وتكلم كمان على إنه هو حابب إنه هو كل أسبوع هيعمل في نظام التطوير بتاعه فيديو مجمع لكل اللقطات الجدلية وكل الأمور وكل القرارات التحكمية اللي عليها لغت وعليها قلنا وقال وعليها كلام هنا وهناك ويبتد يعدد دو ينقشه معنا بمنتهى الشفافية وده أكيد أكيد القطوة الأولى واللبنة الأولى في مرحلة التصيح حيث أنه هو كمان تكلم على إنه أكبر مشاكل التحكم في مصر من خلال متابعته ومن خلال إنه هو كل الإحصائيات وكل الأمور اللي حاولي جمعها من بداية المفاوضات كان بتتمثل فيه تقنية الفار وإنه هو عايز يتبق نفس المعيار فيه كل المباريات واتكلم كمان على إنه طلب إعداد برنامج بدن للحكام عشان يوصلوا لأعلى فرمة وأعلى الياقة بدنية يمكن قدام حضراتكم هذه النقاط اللي تكلم فيها وقال إنه هو يحط خط التحليل لمستوى الحكام ولن يتم قبول أي مستوى سيء من أي حكم نتمنى نتمنى يا رب إن شاء الله ده يحصل قال إن اتحاد الكرة عرض عليه عقد لمدة سنة ومن المهم إنه هو يعمل مع إنه هو يعني يشتغل ويبقى فيه تواصل مع الإعلام والأندية لتأكيد دعمها وتحسين منظومة التحكيم لأنه برضو بيطالب دعم التحكيم وإحنا برضو منضم صوتنا لصوته في هذا الأمر وإحنا مستعدين لده ونادي الزمالك نادب ده ومع أي حاجة تدعم وتطور التحكيم هو قال طبعا إنه بيأسف لعدم موجود حكام مصرين في كاس العالم وإنه يكون حكم واحد مساعد بس لدولة كبيرة جدا ومنظومة راضية كبيرة زي مصر هيكون لنا حديث كبير جدا خلال حلقتنا النهاردة على مستوى التحكيم كمان في الفقرة فقرة النقاد الراضيين على هذا الأمر